ألا لما بقول ما في وفا أنا ما أنا عم بقول عن شخص ما في وفا مثلا بروح قلت أنا قلت باللقاء أنه مثلا في ناس تشتألها يعني أنت مثلا من بداياتك نهاية الثمانينات لالفين واربعة أنت مع ناس بشكل يومي بالمسلسلات والحب والإلفة وإلى آخره فجأة أنت مثلا صاروا كلهم برد تروح مثلا أنا مشتاق لفلان مشتاق له يعني أنا مشتاق ما بدي منه شيء بالدخ تليفون والله إيه 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 مثل ما بدك إيه يلا إن شاء الله شيء ساعة بحكي معك وهي بسكر هذا اللي عم بحكي أنه تنكر أنا 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 واحد من من الناس اللي بحب مين بيشتألك مين بيدي أقله لبشار أسمعي بيقوله كيف فاك كيف صحتك للأسف للأسف ما حدا للأسف بالمرة ولا شخص ولا شخص من الوسط الفني إيه لي طبعا أنا محبين كثير من الحياة العالمين أهل حلب أنا مثلا أهل حلب كلهم إخواتي أنا هدوء يعني حلب كله عائلتي الوسط الفني يعني ما في يوم إلا بيحكوا معي لك من درعة بيحكوا معي من إدلب بيحكوا معي طب الوسط الفني أنا عم بحكي عن الوسط الفني إنه ليش الفن يعني هو صفة من أجمل الصفات يلي يلي خلقها ربك يعني أنا أنا بقول دائما الله هو فنان الكون الأعظم فلما أنت بتكون إلك هاي الصفة المطلقة عليك يجب أن يكون لديك جزء ولو ضئيل ولو بحبة غبرة من هذه الصفة لازم تكون فيك طالما أسمك فنان وألا أنت كيف عم تعطي هذه الشخصيات هذا الرونق والتأثير على الجمهور إذا ما عم تنقل إحساس معين هلا عن الدراما غايب ما بعرف أنا شو الأسباب يعني بس في يعني عرفت أنا أحد الأسباب أنه بيوم من الأيام أحد المخرجين مات الله يرحمه يعني طلبني بالاسم على دور رئيسي استاذ حاتم علي كذا أي الله يرحمه الله يرحمه استاذ حاتم فأني مدير الإنتاج بيقول له اعتزال بيقول له اعتزال ليش لا يعتزال خلاص قلو له فلام بده ياك فما حدا بيحكي معي فبيروحوا بيقول له لناله أنه أنت بالدكية وهو يرفض يشتغل معك ومع غيرك فشكلوا أولا خلاف وبتصور هذا أحد الأسباب يلي أنا غايب فيه عن الدراما بعدين ما بعرف يعني هي مسئلة شلال أو مسئلة هيا يعني ما بدي بقى أفوت لأنه هلكت من الحكي بهذه المسألة بس دائما الفنان مثل طفل صغير لما بيشوف شغلة حلوة بيقول ليش معني فيها أنا عرفت كيف أو مثل فارس كبير معناها أنت مغيب طيب طبعا 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 يعني أنت لما بتشوف مثلا عشر شخصيات عم يلعبوا بالموسم الرمضاني أو غير الموسم الرمضاني بعشر مسلسلات هني نفسه يعني كيف أول شي كيف عم يلحقه بعدين طيب تروك يعني تروك مجال يعني فيه شي اسمه الإيسار أنا 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 أ أنا 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 ثلاث أعمال تأخذهم ثلاثة تون أنا بيوم من الأيام مجاني هيك شي بس أنا رشح يعني يقول أنا ما عندي هاي القدرة يعني اشتغل ثلاث أعمال أربع أعمال في فلان ليش ما عم تشغلوه في فلان ليش ما عم تشغلوه هذا الحكي أيام الزمن الحلو لما كان في شغل يعني هذا الإيثار ليش غير موجود ما عم بفهم يعني أنت مثلا شلون عم تسمح لحالك تشتغل خمس أعمال طيب في مليون شخصية بتركب هلأ في شيء له علاقة بالمخرج نفسه يقول لك أنا بدي هذا والمخرج تاني بدي هذا ليش لأنه هاد اتكرس اتكرس كنجم من خلال كم الهائل من الأعمال يلي عم يشتغلها أي واحد يا أخي بتعطيه فرص هائلة مباشرة بده ينجم هلأ مو أنه أنا نجمت لازم اشتغل بكل الأعمال هاي ما إلي علاقة بالتسويق على فكرة لو بيجوز نجم معين مثلا العالم بتاعته بتقول له الشركة المنتجة أنه شغلوا لهذا أخي هذا الزلم يبيع أنا هاي الكلمة أنا برفضها لأنه أنا البطل بالنسبة إليه هو النص لما بيكون نص عظيم ويقدم الفائدة والمتعة سق تماما أنه هو البطل هو اللي بيسويك اليوم صار الممثل هو البطل أنا مثلا ما أنا مع هاي القصة أنت قبلت بالمثل يعني تم التعامل معك بالمثل بهديك الفترة لما تقترح اسمه بالمقابل في أشخاص يقترحوا اسمك؟ طبعا لا أنا يقترحوا اسمي ما هدا أقترح اسمي ما هدا شوف عنا عنا بالوسط الفني السوري ما هدا بيقترح اسم حدا لك حتى البنات إذا أخذ دور كويس ليش أخذوا للدور طيب شو راح تلعبيه أنت مثلا 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 عم بحكي مثلا يعني من شان الابتسامة اللي ابتسمت هلأ أنت في شي ما هو صح في شي غلط طب شو اللي نجح لدراما السورية إذا فيها هيدا الجو من الشلالية مثل ما عم بتقول إلا أنه في عالم ما بتقترح اسم بشار اسماعيل أو غيره من الفنانين شو اللي نجحها نشحت وتصدرت عربيا ولليوم ما فينا ننكر هذا الشي الأعمال للدرامية السورية إلى أولوية دائما بذهن المشاهد العربيان خلص على حسب الاعتياد على حسب العادة بس شو اللي نجحها إذا هي ما فيها هيدا لا هلا أنت لما عم بتقول أنه هذا وهذا وهذا عم يلعبوا بخمس ستة أعمال هذا لا يعني أنه هدول مثلا ليس لديهم القدرة على أن يحملوا عمل وينجحوا لا ما أنا عم شك بموهبتهم هني لا شك كلهم موهوبين وعظيمين الفنان السوري عظيم واللبناني عظيم والمصري عظيم كل واحد على حسب البيئة اللي عم يشتغله أو على حسب النص اللي عم يشتغله أنا ما أنا عم بيحكي بهذا الاتجاه بس عم بيحكي عن الإيسار يعني أنا بيجيني ثلاث أعمال يا أخي أنت رفيقي أنت بطل العمل أو الدور الثاني أو يا أخي ليه طيب ليش ما بتياخدو له فلا يعني قد يش ببين شغلي رائعة هاي مناشدة بتعتبرها أستاذ بشار يعني هلأ مناشدة ولا ما مناشدة ما بعرف شو مدى تأثير هذه المناشدة فيهم يعني أنت تعبت كل لقاء تليفزيوني بتحكي عن معاناتك مع التعاطي مع صناع الدراما السورية مثلا يعني هلأ مثلا أنا بحمل مدراء الانتاج ما عام لك هاي المسألة يعني فورا بمسك لك بينتع لك الورقة والقلام يا الله فلان نفسه بيع فلان نفس الشخصيات طيب صاحب الشركة مثلا ما عنده يعني ما بيتابع هو بيدفع مصاري هو بده ينتج هذا العمل هلأ هو ما بيفود بتفاصيل هلأ لو بيفود بتفاصيل بيتفاجأ أنه في شيء مصح عرفت كيف فأنا هذا اللي عم اللي عم بحكي أو اللي عم نوهله أنه يا أخي فيه فيه كم هائل ما عم بحكي عن حالي فيه مجموعة كبيرة من الممثلين الرائعين الموهوبين الموهوبين هلأ أنت لما عشر أعمال كل سنة هي طيب يعني أولا مادية صرت متفوق معنويا صرت متفوق فنية صرت متفوق يعني صرت أشهر من نعب على على أي خلاص انتهى ترجمة نانسي قنقر